الهدنة في سوريا تدخل يومها الرابع والمعارضة السورية تتهم النظام بانتهاك اتفاق الهدنة أخبار الآن تحصل على مراسلات تكشف عن وجود خلايا لداعش في السعودية والأردن وفي خطوة جديدة تعزز مكانة دبي محمد بن راشد يطلق أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة مساء الخير أهلا بكم مشاهدين إلى برنامجكم السيديو الآن حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من سيديوهاتنا في دبي والبداية مع موجز لأهم وآخر الأنباء حيث تعود المعارك العسكرية في جبال القلمون للواجهة مرة أخرى بتزامن مع تصدر أخبار الهدنة الواجهة السورية التي تدخل اليوم الثلاثاء يومها الرابع بعد قرار أمريكي روسي بوقف الأعمال العدائية والسماح بالوصول الإنساني للمحاصرين لمدة أسبوعين فردا على قصف مقارهم اليومي في الجرود أعلن ثوار القلمون تلاق معركتهم ضد نقاط حزب الله والتي لم تكن ضمن حسابات قوات الحزب مما أدى إلى قتل عدد من أفراده مع فقدانه لعدد كبير من الآليات والعتاد النظام السوري يخترق الهدنة من جديد في درع البلد ويقصف أحياءها بقذائف الهون والرشاشات الثقيلة في سياق نفسه قامت فصائل الجبهة الجنوبية في درع البلد بالرد على مصدر النيران من قوات النظام للمزيد من التفاصيل على كل هذه النقاط معي من ريف درع مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد كل التفاصيل من عندك لو سمحت حول ما ذكرناه وآخر تطورات حتى هذه اللحظة نعم أيسون مساء الخير النظام اليوم الرابع يقوم باختراق الهدنة المتفق عليها ما بين روسيا وأمريكا في مشان السوري اليوم تم اختراق الهدنة بشكل عالني في أحياء درع البلد باستهداف درع البلد بقذائف الهون والمدفعية الثقيلة أيضا والرشاشات الثقيلة من عيار 23 ملي من قبل حي المنشية التي تسيطر عليه قوات النظام أدى إلى سقوط عشرات الجرح حالتهم متوسطة والبعض الآخر خطرة فالجدير بالذكر أيضا ما يسون أن لليوم الأول تقوم فصال الجبهة الجنوبية بالرد على خرقات النظام المصادر النيران التي يقوم النظام بالقصف منها كحي المنشية ودرع المحطة وتل الزعتر واستهداف ملعب البانوراما أيضا بالمدفعية الثقيلة من قبل جيش الحر بالإضافة إلى هناك عمليات تتشيم وتعزيز نقاط النظام في حي المنشية أيضا قامت فصال الجبهة الجنوبية بمنع النظام من هذه العملية مستغلة الهدنة المتفق عليها ميسون هناك قلق بشأن الهدنة في محافظة درعاء بأن النظام يحاول قرق هذه الهدنة وتوريط الجبهة الجنوبية أو فصال جيش حر بهذه بالخرقات هناك استياء من قبل الأهالي بأن تنتهي هذه الهدنة بعد أن مرت ثلاثة أيام من قبل في محافظة درعاء هي تعتبر بنسبة 9% هادئة خالية من الطيران والقصف الذي كان يعاني منه أهالي المنطقة بالفترة السابقة التي شهدت محافظة درعاء منه حالات نزوح كبيرة هناك من يعمل باستمرار هذه الهدنة حتى يبقى الناس المواطنين يعيشون بأمان وهناك من يريد أن يكسب مكاسب أكثر من هذه الهدنة الوضع الإنساني باختصار محمد هو يزداد سوءا بظل الاختراقات هذه للهدنة بعد ما أمن الناس على الأقل لفترة أيام ميسون الهدنة التي تدخل يومها الرابح هناك كان حالة من الإطمئنان وحالة من الانبساط لدى المواطنين في محافظة درعاء خاصة أن هناك كانت خرقات بسيطة في عدة مناطق لكن بشكل عام كان هناك المواطنين والأهالي المحافظة مطمئنين من هذه الهدنة كانت الأسوات تتحرق بحركة جيدة وكان هناك دخول بعض المواد الأولية فكانت هذه الأربعة أيام الماضي واليوم الرابع كانت تبعث الأمل في قلوب الناس حتى لبعض الوقت لكن اليوم هو مختلف جدا بعد استهدافع حدراء البلد التي كانت تشهد معارك في الأيام الماضية قبل الهدنة اليوم عادة هذه القصف إلى أحياد رابلد أدى إلى نزوح من عادة إلى أحياد رابلد إلى السهول والمناطق المحررة المجاورة أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من ريف درعاء مراسل أخبار الآن محمد الحوراني في الشأن العراقي أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين اليوم انطلاق عملية واسعة لتطهير جزيرة سامراء الغربية شمال بغداد وقال المصدر أن قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي بدأت فجر اليوم عملية واسعة نطاق لتطهير جزيرة سامراء الغربية إذن من أفراد داعش بإسناد مدفعي وجوي حذرت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم مواطنيها وطلبت منهم الاستعداد لمغادرة البلاد في حال وقوع ما وصفته بالكارثة إذا نهار أكبر سد لتوليد الكهرباء قرب مدينة الموصل ووصفت السفارة في رسالتها حدوث هذا بالخطير وغير المسبوق وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الأحد إن إجراءات احترازية تتخذ لكنه وصف احتمالات انهيار السد بأنها ضئيلة للغاية نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرا عن تغير داعش لستراتيجيته المتعارف عليها باستخدام مقاتلات وانتحاريات لأول مرة وأوضحت الصحيفة أن الهجمات تظهر استخدام داعش للنساء في القتال للمرة الأولى ففي سوريا والعراق اقتصر دور النساء على أعمال غير قتالية وقالت الاندبندنت أن كتيبة الخنساء المكونة من نساء فقط في الرقة والموصل يفرضون عقوبات على أولئك الذين لا يلتزمون بالسلوكيات التي يفرضها داعش أكدت مصادر ميدانية أن المنظومة الدفاعية لقوات التحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا في مأرب أطلق من منطقة حباب محافظة مأرب مشيرة إلى أن سماء المحافظة شهدت تحليقا مكثفا لطيران التحالف عقب اعتراض الصاروخ هذا وتكبدت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح خسائر بشرية فادحة بعدما فقدت 24 من أفرادها بين قتيل وجريح خلال غارة جوية لطيران التحالف استهدفت اجتماعا للميليشيات في قرية بني يوسف في صنعاء أصيب شيخ سعودي عائد القرني مع عدد من مرافقه في عملية لإطلاق نار في الفلبين وذلك بعد فراغه من محاضرة ألقاها في إحدى المدن الفلبينية وأفد مسؤول بأن الشيخ بخير ويتعافى وأنه لا يزال في المستشفى وذكرت بعض التدوينات القصيرة على تويتر أن الوضع الأمنية خطير بفعل وجود اجتباكات بين الجيش الفلبيني ومسلحين وقد سجلت العديد من حالات الخطف أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين اليوم في جنيف أن أكثر من 131 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر المتوسط منذ مطلع كانون الثاني يناير من جانب آخر قتل حوالي 410 أشخاص عند محاولتهم عبور المتوسط اعتبارا من مطلع السنة في حين أوضحت المفوضية أن وصول المهاجرين إلى أوروبا تباطأ في الشتاء لكنه بقي بمستوى مرتفع نسبي من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يفرض سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على إجرائها مؤخرا تجربة نووية ثم على إطلاقها لصاروخ نحو الفضاء الخارجي بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مع تقدم المرشحين الإصلاحيين بقوة في انتخابات البرلمان أو ما يعرف بمجلس الشورى الإيراني وتوفق التفوق المرشحين المعتدلين في المحافظات تم تزيل رقم قياسي من عدد النساء اللائس يحصلنا على مقاعد في البرلمان واستنادا إلى أحدث النتائج تشير التقديرات إلى أن نحو عشرين امرأة قد يدخلنا البرلمان المقبل والمؤلف من مئتين وتسعين مقعدا وهي النسبة الأكبر من أي وقت مضى الرياض طائرات حربية سعودية على أهبة الاستعداد في تركيا الرياض تعزز مشاركتها في التحالف الدولي ضد داعش التفاصيل بعد الفاصل أحييكم من جديد مشاهدينا في اليوم الرابع للهدنة ووسط انتهاكات مستمرة للطيران الروسي وراجمات الصواريخ بحق المدنيين العزل في ريف إدلب تعرضت عدة مناطق في المحافظة لقصف استخدمت فيها طائرات الحربية أو استخدمت فيه طائرات الحربية صواريخ الباليستية وراجمات الصواريخ في سهل الغاب تفاصيل أوفى عن تفاصيل الهدنة في يومها الرابع ضمن التقرير التالي تقضي الهدنة أيامها صامدة ومستمرة على الرغم من الخروقات التي سجلت حتى في اليوم الرابع منها بفعل قوات الأسد وأعوانها الروس على مختلف المناطق في البلاد ويأتي ذلك بينما عقدت مجموعة العمل الخاصة بوقف الأعمال القتالية في سوريا اجتماعا استثنائيا في جنيف بحثت فيه السبل الممكنة لإنقاذ الهدنة من الانهيار وذلك بناء على دعوة من الخارجية الفرنسية التحرك الفرنسي جاء بعد ورود معلومات متواترة من المعارضة السورية عن انتهاكات واسعة قامت بها قوات النظام والقوات الجوية الروسية خلال الأيام الماضية وقالت المعارضة إن الهدنة قد تواجه خطر الانهيار الكامل التصريحات الروسية الأخيرة بدت وكأنها ترسم مسارا جديدا فيما يتعلق بالأزمة السورية حيث قال نائب وزير خارجيتها سيرجي ريابكوف في تصريح جديد من نوعه إن موسكو تأمل بأن يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء جمهورية فيدرالية وهذا يعني في مفهوم السلطة هو انتقاء صفة الحكومة المركزية وحلول حكومات صغرى في أقالم البلد الطرح الروسي فهم في أوساط المراقبين على أكثر من نحو الأول رأى فيه تلميحات حول إمكانيات تقسيم سوريا في حال فشل وقف إطلاق النار أما الرأي الثاني فاعتبر الطرح بالون اختبار أطلقته موسكو لتعرف رد فعل القوى السياسية السورية المعارضة وكذلك فهو طوق نجاة للأسد خاصة وأنه لم يصدر عنه أي موقف رصبي على الطرح الروسي الذي يشكل خرقا للدستور السوري الحالي وفق ما يقول مراقبون نناقش أكثر ما يحدث مع العميد أسعد الزعبي رئيس وفد التفاوض تابع للهيئة العليا للتفاوض الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض مساء الخير سيادة العميد أهلا بك معنا تعليقك على الذي يحدث ونعلم العديد حقيقة فيما يتعلق بالخرقات ولكن طبعا لا نعلم ما الذي يحدث وراء الكواليس بمثل هكذا حالات ونتحدث عن اليوم الرابع وعن يوم الرابع للهدنة مع الخرقات ماذا بعد عما يحكى اليوم سيادة العميد بسم الله الرحمن الرحيم نعم نحن أمام اليوم الرابع عن الخرقات وهي كثيرة الحقيقة وقد تجاوزت في عدد مراتها وتجاوزت في نوع الأسلحة المستخدمة وفي إجراءات التي نفذها النظام والقوات الروسية على الأرض تجاوزت ما يسمى الهدنة وما يسمى وقف العنف أو تخريف العنف والثوار كانوا ملتزمين تماما يعني ما زال الثوار ملتزمون تماما تقريباً بالصمت أو إلى حد ما نقول بضبط النفس وهذا مؤشر جيد جداً هذا مؤشر يعني يمكن القول يبنى عليه أننا حقيقةً العالم بدأ يعلم من يريد السلام ومن يريد الحل السياسي ومن يضرب أو يعرقل أو يدمر الحل السياسي وبالتالي ما تنفذه القوات الروسية من عرقلة وتدمير كما ينفذه النظام أيضاً حتى أن النظام اليوم عندما يقوم رئيس النظام بالإبلاغ عن ربما إطلاق مناشير أو ما يسمى عفو عنه هذا كلها مؤشرات تشير تماماً إلا أنه لم يلتزم بما صدر عن الدول الكبرى فيما يتعلق بالهدنة هو ما زال إذن يميل الحل العسكري والتهديد والوعيد بالنسبة للشعب السوري بكل الأحوال نحن يعني الحقيقة العليا واضحة تماماً والسيد منصف العام أكدت أماماً رغبتنا في الحل السياسي وأنه في الأفضلية الأولى وأكد أننا عازمون على تهيئة الظروف للمطاوضات والحل السياسي ونريد من المجتمع الدولي أن يقوموا حتى لو أنتم هيئتم الظروف والطرف الآخر لا يدعم حتى أو لا يسهل هذه الظروف بالعكس يعاقدها وهنا نتحدث عن موضوع خروقات الهدنة ماذا يمكنكم أن تفعلوا؟ واليوم فيما يتعلق بالانتهاكات قبل أن أنتقل إلى الشق آخر موضوع مجلس الأمن تقديم الخروقات هذا ما الذي يتوقع منه؟ يعني إذا قدمت وثائق بكل هذه الانتهاكات من ارتكبها؟ وعلى أي مناطق؟ يعني كي يتم التأكيد على أنه ادعاءات بأنه ضد الإرهابيين غير صحيحة لأنه من ضمن المناطق مناطق لا توجد فيها جماعات إرهابية ما الذي سيحدث؟ سيقدم هذا لمجلس الأمن؟ ما الذي متوقع بعد التقديم؟ إذن أختي الكريمة أنت حقيقة يعني وأعطيتي السؤال مناسب الآن هو دور المجتمع الدولي دور الدول الراعية والمتحدة الأمريكية دور مجلس الأمن والدول التي أخذت على عاطقها إحياء والمحافظة على الهدنة وبالتالي تكريس جهود المجتمع الدولي لتكريس هدنة حقيقية في سوريا يتم من خلال إصال المساعدات الإنسانية وفاقي صلاح المعتقلات وأيضا تكون بمثابة تهيئة الظروف مناسبة أو مناخية جيدة مناسبة لعملية التفاوخ اليوم نحن طوالما كنا ملتزمين وما زلنا ملتزمين هذه رسالة المجتمع الدولي وأعتقد المجتمع الدولي يعلم تماما من المذنب ومن الذي يعتدي ومن الذي يرفض عملية التفاوخ نحن الآن وضعنا المجتمع الدولي أماما السلية ونحن ننتظر حقيقة ماذا سيمكن أن يتمخط عن اجتماعات سواء كان وقت متحميل كياوروسيا أو الاجتماعات التي دعا عليها الأوزين الخارجي الفرنسي بالأمس هذه حقيقة يهمنا الجواب يهمنا ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها على صعيد هذه الدول لننظر بعد ذلك ماذا يمكن أن تكون نتيجة أو ماذا يمكن أن يقدم هذا الاجتماع إلى البيئة التي ينقدرها الجميع من أجل عملية التفاوخ لماذا وافقت روسيا على الهدنة وذهبت إليها إذا كانت لن تلتزم تعرف أنها لن تلتزم ولم تلتزم هي وافقت حقيقة على الهدنة من أجل أن تشرع دخولها إلى سوريا وتشرع تدميرها للقرى والبلدات سوريا وتشرع قتلها للمعارضة سورية المعتدلة والتي بات يعني كل العالم يعلم جميعا ماذا تقوم به روسيا في سوريا يكفي منظمة هيمان راية سواش والمنظمات الدولية تابع المتعدة كلها أقرات بأن روسيا تقوم بتنفيذ مجازر بحق الشعب السوري أطفاله ومسائه وتدمر تحت مسمى محاربة الإرهاب تدمر وتقتل السوريون الذين بعيدون كل البعد عن الإرهاب وكانوا هم جزء من عملية الصراع ضد الإرهاب ومكافحة الإرهاب ولذلك أرادت من خلال هذه العملية أو خلال هذه يعني أقول لك خلال هذه المكيدة تعطي نفسها الحق وتعطي نفسها الشرعية في تدمير وقتل السوريين أو ما بقي من السوريين وقدمت خرائط قدمت خرائط تدعي فيها أن فيها داعش والنصرة وهذه الخرائط تخلو تماما من نطق داعش والنصرة واليوم المشاهدات على الأرض تثبت ذلك أنه لم تقوم روسيا بأي عمل عسكري خلال الأرض لآمن أربع نتمرات باتجاه داعش أو باتجاه النصرة طيب وفيما كان العالم ينظر أو يترقب هذه الهدنة ويتابع بالوقت نفسه للأسف الخروقات يعني التهى العالم بهذا الموضوع في المقابل كانت روسيا تتحدث عن تقسيم روسيا إلى فدراليات هذا التصريح كيف تتابعونه سيطل عميد يعني الغريب في الأمر أن روسيا التي تتحدث عن فدراليات وتقسيم سوريا وهي في نفس الوقت تعلن للجميع أنه لا أحد لا نسمع لي أحد أن يتدخل في سوريا دعوا السوريون يعني يقومون باختيار نظامهم الجديد أو حكمهم الجديد يعني لا نريد نريد أن نسمع رأيا واحد من روسيا نريد أن نسمع آراء مترددة هذه من جهة من جهة أخرى أقول لك قول السوريين أو رأي السوريين نحن بالهيئة العامة في مؤتمر الرياض قد تمخذ عنها بيان معروف لدى الجميع أول فقرات هذا البيان المحافظة على سوريا أرضا وحدة لأراضي سوريا أرضا وشعبا سوريا دولة موحدة لا يمكن أن نكون لا فيدرالية ولا كون فيدرالية ولا أي نوع لأنواع تقسيم سوريا ستبقى أرضا وشعبا دولة واحدة نعم أنا أشترك جزيلا من الرياض أعضرني على المقاطعة سياد العميد أسعد الزعبي رئيس وفد التفاوض تابع للهيئة العليا للمفاوضات شكرا جزيلا لك ونحن باقونا معكم مشاهدين لنتابع بعد الفاصل مجلس محافظة نينو يرفض مشاركة الحشد في معركة الموصل أرحب بكم من جديد مشاهدين رفض مجلس محافظة نينو خلال جلسة استثنائية عقدها اليوم رفض مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير مدينة الموصل العراقية وذلك خلال تصويت أجراه أعضاء المجلس يأتي الرفض على خلفية الانتهاكات التي مارسها الحشد الشعبي ضد المدنيين في محافظتي ديالة وصلاح الدين وطالب المجلس الحكومة العراقية والتحالف الدولي بتسليح أبناء عشائر نينو وتجهيزهم لأنهم الأولى بتحرير مناطقهم من احتلال داعش ينضم إلينا عبر الهاتف من دهوك بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينو مساء الخير أهلا بك معنا سيد بشار إلى أي درجة مهم هذا القرار اليوم هذا الرفض لمشاركة الحشد الشعبي خاصة بعد الانتهاكات والتي طبعا على أثرها كان في حديث في الأيام الأخيرة عن ضمه للجماعات طبعا التي تمارس الإرهاب وتدان سيد بشار يبدو أن سيد بشار لا يسمعني سنحاول عودة إلى سيد بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينو وفور جهوزه للحديث أكثر عن تفاصيل ما يحدث وأهمية هذا الرفض لمشاركة الحشد الشعبي وثائق حصرية لأخبار الآن تظهر محادثات سرية بين أفراد داعش تكشف عن خلايا للتنظيم خارج سوريا والعراق مجموعة من الرجال وأخرى من النساء تم تجنيده من قبل التنظيم أولى هذه الوثائق يستعرضها لنا الزميل يمان شواف حصلت أخبار الآن على وثائق حصرية تظهر خفايا تنظيم داعش وتظهر معلومات تتعلق بمحادثات سرية بين عناصر التنظيم عناصر تم تدريبها وتجهيزها للعمل خارج سوريا والعراق بعضهم خلايا نائمة وأخرون يقومون بتجنيد عناصر لخدمة التنظيم أولى هذه الوثائق نكشف فيها حوار بين شخص يدعى أبو محمد وأبو مسلم الأموي يبدأ أبو محمد حواره مستخدما سكايد يخاطب أبو مسلم الأموي السلام عليكم كلمني بسرعة يرد أبو مسلم معك تفضل يبدأ الحديث بينهما يسأل أبو محمد عن أسماء ويحدد الخاصين بالسعودية وليبيا لكن دون أن يوضح ماذا يقصد بذلك هل يود إرسالهم للسعودية أم هم في السعودية يرد أبو مسلم سأرسل لك الأسماء الخاصة بالسعودية الآن وغدا الأسماء الخاصة بليبيا يسأل أبو محمد ماذا حصل بشأن التدريب يرد عليه أبو مسلم كل شيء جيد يؤكد عليه أبو محمد لا نريد أن تخرج أي معلومة وهنا يبدأ بإرسال الأسماء الاسم الأول الذي كتبه أبو مسلم هو أبو حفص السعودي الاسم المكن به الشمري لكن أبو محمد يوقفه يقول له انتظر لا ترسل هكذا يطلب منه أن يرسل الاسم دون لقب عائلته الحقيقي مع ذكر اسم دولته فقط يقول أبو مسلم سأرسل لك ملف لكن أبو محمد يقول لا لا أستلم ملف طلب منه أن يكتب الأسماء ومن ثم سيقوم بحذف الأسماء فور قراءتها طبعا هنا بعض الأسماء التي كتبها أبو مسلم لأبو محمد في المحادثة ينتهي من الأسماء يكتب أبو محمد أغلب هذه الأسماء معنا يرد أبو مسلم الأموي أعلم ولكن نحن أعلن استشهاد البعض منهم وجهزنا لهم وثائق رسمية هنا تنكشف مهمة هؤلاء يكتب أبو مسلم يتابع الشرح أبو مسلم الأموي ويقول هذه الأسماء التي تم اقتراحها وتدريبها خلال العام الماضي وهم متأهلين الآن لدخول السعودية والأردن يبدأ بنشر أسماء نساء ويبدو أن أبو مسلم كان يتحدث عن النساء وليست الأسماء التابعة للرجال والتي نشرها قبل هذا الكلام هذه المجموعة الثانية هي لأسماء نشرها أبو مسلم في محادثته مع أبو محمد نساء هم مع تنظيم داعش هذه الأسماء التي كتبها أبو مسلم الأموي طبعا هذا الجزء الأول من المحادثات يكشف عن مجموعة قام تنظيم داعش بتدريبهم مجموعة من الرجال والنساء تم تدريبهم للقيام بمهمات لم تكشف ما هي طبيعتها ولكن يبدو أنها ربما عمليات انتحارية أو خلايا نائمة للتنظيم تحضر لشيء ما في الأردن والسعودية وليبيا كما بدى من خلال الحديث بين أبو محمد وأبو مسلم الأموي في الجزء الثاني يكمل أبو محمد حديثه ولكن مع امرأة هي بنت الموصل من هي بنت الموصل؟ تفاصيل تتابعونها في الجزء الثاني من هذه السلسلة التي نكشف فيها خفايا داعش المرعبة نعود مشاهدين إلى الموضوع العراقي والجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم لمجلس محافظة نينوى حيث تم إصدار قرار برفض مشاركة الحجد في معركة الموصل عبر الهاتف من دهوك بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى مساء الخير أهلا بك معنا سيد بشار مكان نور أهلا بك أهلا بك اليوم الجلسة الاستثنائية التي عقدت أهمية مع الإقرار الصادر من بعدها بعد مشاركة الحجد الشعبي وعلمنا بمعركة الموصل طبعا وعلمنا بأن هذا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت إذا أمكن أن نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الانتهاكات والممارسات التي رفضتموها وعلى أساس تم هذا القرار اليوم يعني بالتأكيد وجود انتهاكات من شعر المسلسين ضمن الحجم الشعبي في بعض المناطق التي أرغت بالتأكيد هذه كانت أحد الأسباب ولكن ليست كل الأسباب والقرار الذي اتخذناه حقيقة لم يكن قرارا جديدا في بحثه وإنما بحث هذا الموضوع على مستوى الوطني وعلى مستوى الكتل التغراني كانت مالكة بيانات وفصريحات ولكن بالتأكيد القرار الذي صدر عن مجلس محافظة مينوى كان من أهم يعني القرارات لأنه مجلس محافظة مينوى يمثل الرأي العام الرسلي لغالبية أهالي مينوى وحقيقة الأمر تم طرح هذا الموضوع على جلسة مجلس المحافظة ونقش بشكل مستطيق جدا ومن كافة النواحي ومن كافة الأبعاد ومن ثاني الحرية واستوصل المجلس بالأغلبية إلى أنه ينفض دخول الحجب الشعبي وذلك لقطع الطريق أمام كل من يدعي الطائفية وكذلك لقطع الطريق أمام كل الجهود التي ممكن أن تستغل طبعا من قبل تنظيم داعش الإرهابي لأنه دائما يؤكد بأن هناك فعلا مجازر ترتكاب وانتهاكات وإلى آخره فنحن حقيقة من ضمن فقراط القرار رفضنا ضمن القرار أي تفسير طائفي لهذا القرار نحن نؤكد صحيح كان هذا واضح بالخبر حتى أنه صحيح أنه أنتوا رفضتم بمجلس المحافظة أي تفسير طائفي لهذا القرار وأنه كل القوات الأمنية هي من الجيش والشرطة وتشمع جميعا بناء العراق بغض النظر عن سيد بشار إلى أي درجة هذا مهم أيضا للعراق هكذا قرار خاصا بأنه أتى بعد أيام قليلة على تصريح عربي طبعا قال بأن الحجد الشعبي بات لا يفرق اليوم إن كان عن داعش أو عن أي من الجماعات الإرهابية وبالتالي إلى أي درجة هذا سيكون داعما لكم أيضا ولكل من يدعمكم في المقابل بمحاربة الإرهاب نعم هناك مسؤولية على الحكومة الاتحادية في دعم وتمسين أبناء وأهالي بيلوى وفتح بعض التطوير لهم للمشاركة في عملية التحرير وبذلك نرسل رتانة إلى آلنا المحاصرين في الموصل والبانير عددهم حوالي مليونين نسمة بأن القوات التي ستحررهم هي قوات نظامية قوات تنتمي بشكل واضح إلى الدولة العراقية وتشرف من قبل ويثم الإشراف عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة والذي هو رئيس المجرى وحقيقة هذه رسالة إذن إيمان وبالنزل إلينا الموضوع بعيد تماما كما شرحته لك بأن الموضوع ليس طائفيا أبدا نؤكد لأنه يجب يجب فتح هذا التطبيع أمام أهالي نينوالي لأسباب أساسية ولكن أهمها ماذا سيكون الوضع بعد التحرير أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا الفكرة واضحة عبر الهاتف من دهوك بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى شكرا بالعودة إلى الشأن السوري قال مستشار وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري إن القوات الجوية السعودية مستعدة لضرب أهداف داعش في سوريا من قاعدة إنجرليك في تركيا وأكد عسيري أن أربع مقاتلات حربية سعودية وصلت إلى قاعدة إنجرليك التركية الجمعة الماضي وأصبحت جاهزة للطلعات القتالية وبشأن العمليات البرية ضد تنظيم الإرهابي في سوريا قال عسيري إن التحالف بحث التوغل البري ضد داعش إلا أنه لم يتخذ قرارا في المسألة بعد لم تكن الخلافات داخل داعش حديثة بل رافقت هذه الخلافات التنظيم منذ تأسيسه سارقات وأخفاء مبالغ كبيرة من الأموال تصفية أسماء وشخصيات بارزة في التنظيم بظروف غامضة والكثير من الأمور حدثت داخل التنظيم لم يعرف أسبابها الحقيقية أو تم التستر عليها من قبل التنظيم أبو جليبيب منشق سابق عن داعش كشف لأخبار الآن عن إحدى هذه السرقات وما تسببت به من خلافات داخل التنظيم بأمني اعتقل مجموعة شباب شخص عندنا زاد من منطقتنا هو مو دولة زلمة كان جبهة نصرة بعد ما انشق أمير جبهة نصرة برأس العين راح بايع الدولة استلم وزير النفط أنصاري هو فخبر على هذا الشخص كأوضاعه تعيسة بعد ما طلعت جبهة نصرة من رأس العين سحبت فأخذوا له عنده على الشدة هذه فالرجل هذا يسلموا محاسب بير قبيبة أحد لبير قبيبة برجعته من البير تتلقى عصابة بعد مرور وقت من الدولة اختفت العصابات ما أظر حدا تشليح أو خطف أو اللي تعودنا عليها فتشيروا معه 15 مليون ليراسوري تأخذ منه المصاري وزدته عن جسر أبيض جسر أبيض بعد الشدة هذه فالموضوع هذا انتشر بين عناصر الدولة أكثر حتينا صار به فاتهموا بي مجموعة الأمنيين أنه لا أحد يقدر يقوم به العمل هذا حسنا بدي يكون عنصر دولة يعني أو ما تطلع على الوضع فاتهموا بي المجموعة الأمنية التابعة للنقطة الأمنية بالشدة هذه فصارت كثير مشاكل لنرى الموضوع هذا فأحنا كعناصر لفت نظرنا الموضوع هذا وتحاشينا بيت كثير أنه ما يجوز الرجل مخطوف والعالم كلها وأنه بي عمال بي عشرين عامل بالبير وبي الناس اللي تشتري نفط أكثر من 200-300 سيارة شاهدين أنه الجماعة اقتحموا وإن الجماعة هاي إذا جيش حر ما ظل النصره ما ظل ما ظل غير دولة فالكل سوى مثل الاستعصاء أنه لازم تعرفون الناس هاي اللي يجد شارت الرجل شارت مع المصاري وشارت السلاح واقتحمت الموقعات لازم تكون المجموعة الأمنية لا أحد يقدر على العمل هذا لا أحد حر التصرف أو التنقل بين المناطق الولاية للأمنين هذا أكثر موضوع الموضوع تستر عليه وتلافلاف وراح نحن سألنا متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عن الفساد في صفوف تنظيم داعش من وجهة نظرهم ووفقا لمشاهداتهم الزميل أحمد رحاوي يطلعنا على التفاصيل أحمد مساء الخير مساء النور هذه الخلافات داخل داعش بسبب السرقات وما إلى ذلك هل يعلم عنها الناس على مواقع التواصل وما الذي قالوه بصراحة لا يعلمون الكثير عن ما يحدث ولكن هناك حوادث كبيرة حصلت داخل تنظيم داعش كانت واضحة كأحد أحد القياديين في داعش منذ فترة ترك رسالة للتنظيم وأخذ كمية كبيرة من الأموال وفل طبعا بلا عودة رسالة ساخرة كانت التي تركها هذه تركت أثر وشهادة عند الكثير من المتابعين سألناهم على واتس أب ربما لمن لديه شهادات أو لديه معلومات في المناطق التي يعيشون فيها ويسيطر عليها تنظيم داعش سوى في سوريا أو في العراق وصلتنا العديد من الرسائل صراحة سنبدأ بها تباعا رسالة من رقم آخره 235 يقول داعش لم يأتي بأي مشروع بناء ولا أي فكر واضح وطموحهم فقط القتل وبسلاح أمريكي روسي وأوروبي رسالة من رقم من داخل سوريا آخره 593 يقول يقول السوريون والعراقيون الذين يعيشون تحت حكم داعش بأنهم يشعرون بالفساد المستشري بشكل عام في المنطقة يشير السكان إلى انتشار ظاهرة تهريب البشر من الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم وذلك منذ حظر قيادة داعش مغادرة السكان لأراضي الخلافة كما يسمونها المناطق التي يسيطر عليها داعش يضيف في كثير من الأحيان تتم رشوة مقاتلي تنظيم داعش ليغضوا النظر عن هؤلاء المهربين ضمن نقاط التفتيش عن البشر الذين يتم تهريبهم مما جعل حدود تلك المناطق التي يسيطر عليها داعش أكثر عرضة للاختراق يضيف أيضا في رسالته فضائح فساد داعش أصبحت معروفة بين المقاتلين السابقين حيث يتداول هؤلاء الأحاديث حول أمراء التنظيم الذين يهربون أو يهربون الأموال عبر الحدود إلى تركيا ومنها إلى دول أخرى ومن ثم يختفون حيث يقول قائد المجموعة الذي عمل سابقا مع داعش بأنه ضمن منطقته التي كان يعمل بها في محافظة دير الزور شرق سوريا هرب أمير معروف باسمه أبو فاطمة التونسي بمبلغ 25 أرب دولار محصلة من أموال الزكاة حيث ترك المقاتل الهارب رسالة إلى رفاقه السابقين ضمن التنظيم على تويتر تقول عن أي دولة وأي خلافة تتحدثون هذه اللي بديت لك فيها قبل شوي رسالة أيضا من رقم آخره 019 من تركيا يقول أرى أنهم لا يمثلون الإسلام ولا ينتمون إليه وما هم إلا أداة قتل وسرقة ونهب لممتلكات المدنيين يتحدث عن موضوع الفساد هنا بتسلط على أموال المدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها وليس ضمن تنظيم نفسه أيضا رسالة من رقم آخره 904 يقول لأنها نشأت ضمن أشهر الدول في العالم فسادا هي سوريا والعراق هذا طبعا بغض النظر عن أن التنظيم تنظيم إرهابي فاسد أصلا أيضا من ضمن الرسائل الميسون التي وصلتنا رسالة من رقم آخره 012 يقول مظاهر الفساد ضمن دائر الداعش مثل الصراع في الغابة على الفريسة الكل في داعش يحب المال والشهرة وقد أتيحت لهم الفرصة لإثبات القوة داعش هو فاسد في كل شيء ابتداء من العقيدة رسالة أخرى وانتهاء بالعرف تلك القوانين التي يضعونها فيما بينهم طبعا وأيضا رسالة من رقم آخره 954 يقول وفقا مشاهدتي فإن من مظاهر الفساد لدى تنظيم داعش أنها تعامل النظام أو تتعامل مع النظام يقصد خفية وبرأي أن تنظيم صنيع نظام الأسد وهذا ما لوحظ من تسليم لبعض النقاط التي كانت تسيطر عليها أو يسيطر عليها تنظيم داعش دون قطع نظام الأسد وحتى هذه اللحظة ما زال نظام الأسد يأخذ الكهرباء أو يشتري الكهرباء من داعش في بعض المناطق كما يشتري أيضا البترول من المناطق التي وسيطر عليها داعش رسالة أيضا من رقم آخره 530 ننهي بها أحمد مساعدة النظام في تصفيت الثوار حتى صاروا خنجرا في ظهر الثورة إضافة إلى سرقة البترول والآثار رسائل عبر واتس أب هذه معظمها أنا أشكرك جزيلا محمد أحمد الرحاو شكرا بقونا معكم مشاهدين لنتابع بعض فاصل قصير في يومهم العالمي السوريون يستذكرون تضحيات رجال الدفاع المدني لإنقاذ أرواحهم أحييكم من جديد مشاهدين ونعود إلى الموضوع الذي تحدثنا عنه القليل قبل الفاصل عبر عن مشاركة السعودية مع التحالف الدولي يقول عسيري إن مقاتلاتنا مستعدة لضرب داعش من تركيا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع عبر الأقمار الصناعية ينضم إليه من جدة الأكاديمي والإعلامي دكتور خالد بطرفي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور خالد بداية ماذا نفهم من هذا التصريح اليوم لأن نصل إليه يعني إلى أين وصلت الأمور قبل أن نتحدث عن هذه المشاركة أستاذة الكريمة هذا الأمر قد رتب له من قبل والطائرات السعودية كانت متوقعة في تركيا سبقتها قوات سعودية نزلت لتتأكد من تأهيل المطار ومن احتياجاتها ومن التنسيق بين أجهزة الاتصالات وغيرها اللوجستية وغيرها مع القوات التركية أخيرا وصلت الطائرات نفسها التي هي مؤهلة ومستعدة للمشاركة فورا في الغارات على داعش صحيح هذه المشاركة فوريا الآن صحيح كلمك طبعا هذه الانطلاق اليوم بأي لحظة لماذا الآن؟ الأمر ليس جديداً قبل عام ونصف بدأنا المشاركات مع قوات التحالف الدولي ولكن جاءت فترة انقطاع وانشغال في حرب اليمن الآن الأوضاع في اليمن تبدو على نهاية هذا الملف وأصبح بالإمكان أن نفرغ بعض هذه الطائرات للقيام بدورها مع التحالف الدولي أيضاً لاحظنا أن الحلول السلمية لم تؤدي إلى نتيجة وأن الأمر يستفحل وأن المشاركات الدولية بما فيها مشاركة روسيا لم تستطع أو ربما لم توجه من الأساس لضرب داعش وبالتالي تمدد هذا النظام وتوسع وأصبح الحجة التي شرع بها النظام إدخال قوات أجنبية كالقوات الروسية والإيرانية والميليشيات الشيائية فكان لابد من ضرب داعش ضرباً يعني يحد أو يلغي هذا العذر وهذا السبب الذي يدفع إلى إدخال القوات الأجنبية الإسرار على هذا العدم اختلاق أو الاستخدام دائماً لهذا العذر دكتور خالد اليوم مرتبط هذا الموضوع بموضوع الهدنة وأيضاً ما يحكى اليوم بأنه إذا تم أي خارق هناك بعض المغالطات لدى بعض الأطراف بأنه يتم خروقات الآن الطرف الروسي يقول نحن نقص في داعش من سوريا يقولون بأنه غير صحيح المناطق التي تقص فيها مش موجود فيها أصلاً داعش بحث هذا الموضوع أنه موضوع ربطه بفترة الهدنة في سوريا وما في شك أن النظام السوري وحلفاءه من الأساس لم يكن ملتزمين أبداً بحرب ضد داعش لأن داعش هو البعبع الذي يخوفون به المجتمع الدولي والذي يشرعنون به دخول القوات الأجنبية وليس في مصلحتهم القضاء عليه ولذلك لم يحاربوه يوماً ولن يحاربوه هم يدعون ذلك ولكن الذي يحدث أنهم يضربون المعارض المعتدلة ويضربون الشعب السوري الذي لا يقبل بهم ويحاولون بناء ما يسمى بسوريا المفيدة التي هي دولة علوية تمتد على الساحل وتشمل دمشق وبعض المناطق ذات الكنوز المعدنية والبترولية وهذا ما يريدون ولكن هذا لن يحدث لأن المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي مستيقض لهذه المؤامرة ولذلك المملكة حريصة على الدخول لمحاربة داعش والقضاء عليه وهو ما فشل فيه الجميع حتى الآن التنسيق مع المعارضة المعتدلة المسلحة الموجودة على الأرض وما في شك أن هناك تنسيق من خلال تركيا ومن خلال أيضاً تنسيق مباشر مع قوى المعارضة المعتدلة وأكثرهم كانوا ممثلاً في الرياض وما زال وهؤلاء ملتزمين بالهدنة ولكن المشكلة هي في الخروقات التي تحدث إما من النظام وروسيا أو من أولئك الذين لم ينضموا أصلاً أو لم يقبلوا بالهدنة وهما جبهة النصر وداعش طيب دكتور خارد بس استفسار أخير فيما يتعلق بموضوع التوغل البري أيضاً بحث هذا الموضوع وفق ما أكد طبعاً عسيري ضد داعش ولكن القرار بهذا الخصوص لم يتخذ متى المعطيات برأيك ستفرض هذا التوغل البري اللي يبدو بأنه ليس مستبعداً يعني أبداً هناك من طلب التريث والروس بلا شك لا يريدون أن تكون السعودية أن ترسل قوات برية حتى ولو كانت عمليات خاصة ضد داعش والأسباب معروفة ولذلك هم سعوا إلى الهدنة ليلغوا الحاجة إلى ذلك ولكنهم في نفس الوقت هم والمجتمع الدولي أعلنوا أن داعش والنصرة ليست داخلة في مشروع الهدنة وبالتالي فإن الحرب معها مستمرة هذا التناقض بين ما يريدونه ولا يريدون الإفساح عنه وبين الواقع هو الذي يشغلهم الآن ويعطي فرصة للجميع لتفسير الأمور بأشكال متناقضة أنا أشكرك جزيلاً على هذه المشاركة معنا عبر الأقمار الصناعية من جد الأكاديمي والإعلامي دكتور خالد باطرفي شكراً دكتور خالد تحتفي دول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية اليوم باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من شهر آذار مارس وأقرت الجمعية العامة في الأمم المتحدة الأول من مارس يوماً دولياً للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تقديراً لما يقوم به الدفاع المدني من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأسوية التي تنجم عنها في سوريا تكثر القصص حول رجال الدفاع المدني الذين يبدلون المستحيل لإنقاذ المدنيين من قصف النظام الطفلة رهف إحدى تلك القصص تعيش حياة اليطم وتعاني حالة نفسية كلما سمعت صوت طائرة في الجو رهف عاشت لتكون شاهدة على إجرام الغارات ومنفذيها وعلى بطولات وتضحيات رجال الدفاع المدني العاملين في سوريا قصة رهف في التقرير التالي يرتسم الفرح على وجهي رهف وشقيقتها غفران وهما تلعبان أثناء تصوير والدهما لهما قبل ستة أشهر أسابيع قليلة تنضي وتتحول سعادة هذه الأسرة إلى حزن عميق بفعل صاروخ حول المبنى الذي كانوا يقتنونه إلى أنقاذ في مدينة دومة الأبو والأم قتلا على الفور أما الطفلة الصغرى رهف فكانت الناجية الوحيدة ضداء الدين هو جاي من بيته من شغله من مجلس محلي بيجي على البيت بالعادة بنته بتتخبع عليه بتمزح معه بيمزحه وقته بيجي على البيت بيضرب على الباب حتى يفوت للبيت طلع على البيت البنت رهف كانت تتخبع لوالدها بتخبية تحت الكرسي وأختها غفران جاي مع والدتها حتى تفتح الباب لوالدها فضرب الصاروخ راحوا لثلاثة ومويت غير رهف بس في أوقات نفسية متنزعج تددايا السيرطائية تصيح خاصة عندما تسمع صوت الطيارات وصوت القزايف مؤلمة ذكريات انتشال رهف وأسرتها من تحت الأنقض لتبقى حاضرة في الذاكرة أبي عبد الله أحد أفراد الدفاع المدني في ريف دمشق الطفلة الموجودة تحت الركام كأنها مدربة كما يتدربوا رجال الأنقاض في الدفاع المدني كل ما نعطيها صوتنا كل دقيقة كل خمس دقائق هي تعطينا صوت بكاء تصمت نحن ندرب العنصر على هذا الكلام وندرب الشريحة الأكبر من المجتمع أنه إذا وصلت بهذه الحالة تبقى كمية الأكسجين الموجودة قليلة أنه ما تندفع تبلش تنفس شهيق وزفير شهيق وزفير بتخلص كمية الأكسجين بتسبب الوفاة اليوم وبعد مضي خمسة أشهر تتأرجح رهف وتلعب مجدداً ولكن لوحدها يحاول الجد أن يكون الأب والأم لحفيدته لكن حتى وإن استطاع ذلك فمن يخفي صوت الطائرة الذي يتسبب بانهيار عصبي لرهف كلما سمعت فهو كما تعرفه شبح يريد اغتيالها مجدداً بعدما أخفق في المرة الأولى جواد العربيني أخبار الآن ريف ديماشق أم هاني امرأة كردية قضت أربع ساعات تحت أنقاض منزلها بينما كانت فرق الدفاع المدني لريف ديماشق تعمل على إنقاذها واستخوف من غارات أخرى أصابت المكان نفسه تمكن أبو فراس أحد أفراد الدفاع المدني من إنقاذها بأعجوبة ليحكي لنا قصتها وقصة إنقاذها سمعنا صوت أنين من تحت سقف نازل بدأنا البحث لحتى طبعاً كانت مردومة بشكل كامل امرأة لحتى كشفت عن وشة بدأنا نكشف عنها أول بأول لحتى انكشفت إيدا اليمين مسكتوا إيدا هيك لتلو مشان الله لا تتركني فتحت هيك فتحة هيك صغيرة البسط نفسي تلو خلاص أنا بس طلعوني بس بنتي بنتي لسات عايشة بنتي عم تقلي مشان الله لا تتركني هون قلت لها ما رح نتركك لو بدي اضطر ضل أنا وياكي هون لبكرة إن شاء الله أنت شغلتك بسيطة ورح تطلعي هلأ إن شاء الله رح نطلع بس أنا معي لحتى تطلعي ما رح يتركك بأثناء هذا الكلام رجعت الطيارة وغارت غارة تاني على نفس المكان بعدين أجي ساروخ تاني ساروخ تاني فوقنا هصرنا أكتر يعني صرنا أكتر بطلال خلاص الحمد لله رب العالمين أنا بعرف ابني ميت برا أنا ما شفته بنتي جنبي ماتت يعني الحمد لله رب العالمين أشهدوا الله أشهدوا إنه محمد رسول الله بدأنا نحرر فيها أول بأول بس الوضع خطر جدا إنه من أي حركة خطأ كان رح تنزل كمية الأنقاض هاي كلها علينا أنا وياها أو السقف رح ينزل علينا رح يصير بدنا مين يأنقذنا بعد شوي أنا وياها ما فينا نتركها بهيك حالي ضلت هي عم تخاطبني وأنا عم خاطبة هي كان كل خطابة إنه لا تتركني خايفة أتركها وأمشي حتى إنه مسكت لي إيدي لفترة طويلة من الزمن وأنا عم بشتغل بالإيد التانية خليت إيدي مشان ترتاح شوي نفسيا فقالت لي أنا قلت لي ما رح أتركيك لو شو ما صار ورح تطلعي رح تطلعي بإذن الله ما حسيت شي تبفي مكسور وهي أكثر من شهرين يعني دربة بعالش حالي لسا أنا ما أطبط الحمد لله شغرة بالعالمي في خطوة جديدة تعزز مكانة دبي في العالم وتحقق رؤية الإمارات ما بعد النفط أطلق سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أطلق أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة تبلغ مساحتها 550 مليون قدم مربع في حين يبلغ حجم استثماراتها 30 مليار درهم وتهدف المدينة إلى استحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه 4.3 تريليون دولار وتضم المدينة أسواقا لجميع قطاعات الجملة إضافة إلى مستودعات ومراكز شحن وخدمات جملكية ستحدث هذه المدينة تغيرا كبيرا في معايير تجارة الجملة عالميا وذلك من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة إضافة إلى دعم لوجستي متكامل دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الألكتروني ويمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر يمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا لكم على المتابعة يلقاكم محمد عمر الثانية عشر بتوقيت سعودية اشتركوا في القناة